شبح الإفلاس يعود من جديد خزينة الدولة قد تنضب بعد انتعاشها وتعافيها من مخلفات حرب داعش يعود ذلك إلى سياسة السخاء التي تتابعها حكومة محمد الشيع السوداني عقب تعيين مئات الآلاف من الموظفين الجدد ضمن القطاع العامة وبحسب تقرير الموازنة للعام الجاري فأن عدد القوى العاملة في القطاع العامة زاد بنحو يزيد عن 880 ألف موظفة وهي زيادة تشكل 13% من إجمال القوى العاملة في أقل من عامين وتتحدث مصادر اقتصادية عن تضخم أعداد الموظفين الفضائيين وهو مصطلح يطلق على الموظفين الوهميين أو بالأحرى الذين يتقاضون رواتباً عليا بدون أن يعملوا وتذهب رواتبهم لصالح جهات حزبية وجماعات مسلحة تستخدم هذا الملف الشائك لتمويل مصالحها وتواجه الدولة نتيجة هذا الفساد المالي خطار الإفلاس حيث تشمل الموازنة عجزاً يبلغ 49 مليار دولار أو ما يعادل نحو 45% من إجمال العائدات النفطية وهو ما يعني اللجوء إلى الاقتراض لسد العجزة واقترحت حكومة السوداني التصويت على موازنة مالية لثلاث سنوات دفعة واحدة بداعي أن ذلك من شأنه منع ضياع الوقت الذي تسببه الخلافات السياسية في كل عام وبسببه يتعطل إقرار أهم قانون مالي في البلاد لكن مراقبون يتوقعون أن السوداني يستغل هذا الملف للبقاء في السلطة لمدة أربع سنوات كاملة